له ثلاث دقائق خالد أبو صالح تفضل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعلموا ايها السيدات والسادة وايها الجمع الكريم بينما انتم موجودون الان في هذه القاعة بان هناك اناس في حمص في دوما في دير الزور في اللاذقية يتعرضون للقصف والذبح بابشع صوره وبابشع اشكاله وينتظرون من اجتماعكم هذا موقفا جديا وصريحا وواضحا ازاء هذا النظام المجرم الذي يقتل السوريين منذ سنة واربعة شهور هذا النظام المجرم للأسف لا يفهم الا لغة القوة ومن غير المبرر لجمعكم هذا ولا يمكن للسوريين ان يفهموا بان روسيا وحدها تستطيع ان تقف بوجه العالم باسره الذي حتى الان لم يقدم اي حل جدي من اجل مساعدة الناس الذين يقتلون ويذبحون داخل سوريا نحن لا نريد الحل العسكري ولكن الحل العسكري فرض علينا فرضا بسبب المذابح اليومية التي يرتكبها بشار الاسد منذ وصول بعثة السيد كوفي عنان وحتى اليوم هناك اكثر من مئة وعشرة شهداء في كل يوم في الداخل السوري هناك حصار خانق للاحياء القديمة في مدينة حمص ما نريده بكل صراحة وبكل وضوح المطلب الاول هو الرفع الحصار عن المدينة المحاصرة وهي حمص القديمة اليوم التي فيها اكثر من ثمانمائة عائلة ما نريده هو حضر جوي ما نريد منطقة عازلة لاننا صنعنا المنطقة العازلة بايدينا في الداخل ما نريده هو حضر جوي لوقف اجرام النظام ولجمه عن قتل السوريين وهذا الحضر لا يمكن ان يتم عن طريق مجلس الامن لان مجلس الامن سيقابل بفيتو روسي يجب ان يكون عبركم انتم اصدقاء سوريا هذا ما يريده الشباب في الداخل ان سوريا ان روسيا لا يمكن ان تكون جزء من الحل بتاتا لانها جزء من المشكلة ومن المستحيل ان تكون جزء من الحل اما عن الارهاب في سوريا فلا يوجد ارهاب في سوريا واذا اردنا ان نكشف ماذا يوجد في الداخل السوري فبيننا وبينكم وسائل الاعلام فليسمح لها النظام بالدخول الى الداخل السوري بداية ما نريده من هذا المؤتمر لا نريد بيان مثل كل مرة المؤتمر الاول سواء كان المؤتمر اول في تونس او المؤتمر الثاني في اسطنبول وهذا هو المؤتمر الثالث الان في فرنسا ما نريد ليس بيان ليس بيان لان البيان لا يمكن ان يوقف القتل في الشارع ما نريده هو ورقة عمل ضمن جدول زمني محدد لرفع القتل عن السوريين ما نريده هو حضر جوي وهو ادعم بالسلاح للثوار في الداخل ليستطيعوا ان يوقفوا القتل الذي يستمر به نظام بشار اسد لعوائلهم في دومة وفي اللاذقية وفي درعة وفي دير الزور والشعب السوري لن ينسى من وقف بجانبه في هذه المحنة والتاريخ يسجل لكم يا من تدعون بانكم تنصرون الانسان في كل هذا العالم الان نحن امام محكمة التاريخ ومحكمة الانسانية في نصرتكم للشعب السوري الذي طالب بالقيم المطلقة التي ينادي فيها العالم باسري وهي العدالة والكرامة والحرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر